موسيقى أصدر الله مساءكم بكل خير ومشاهدين الأفاضل وأهلا بكم معنا في نشرة الأخبار الأخيرة نقدمها لكم مباشرة من الأولى في الرباط وتتابعون فيها موسيقى جلالة الملك ترأس بالقصر الملكي بالرباط جلسة عمل خصصة لبرنامج إعادة البناء وتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز برقيات شكر وامتنان من جلالة الملك إلى قادة دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر والمملكة المتحدة والمملكة الإسبانية المشاركة في عمليات البحث والإغاثة بعض الزلزال المفجع الذي ضرب منطقة الحوز الجولات الميدانية لإحصاء وتشخيص حالة المباني المتضررة كليا أو جزئيا من زلزال الحوز متواصلة وذلك لتحديد سنف الدعم الذي ستحصل عليه الأسر المعنية أهلا بكم ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظ الله الأربعاء بالقصر الملكي بالربار جلسة عمل خصصة لبرنامج إعادة البناء وتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز نتابع بلاغ الدوان الملكية تأتي جلسة العمل الجديدة هاته امتدادا للتوجيهات التي أعطاها جلالة الملك خلال اجتماعي 9 و 14 شتنبر والتي وضعت لبنات برنامج مدروس مندمج وطموح يهدف إلى تقديم جواب قوي منسجم سريع وإرادي بميزانية توقعية إجمالية تقدر بـ 120 مليار درهم على مدى خمس سنوات تغطي الصيغة الأولى من البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات الذي قدم بين يدي جلالة الملك الستة أقاليم والعمال المتأثرة بالزلزال مراكش، الحوز، تارودانت، شيشاوة، الزلال وورززات مستهدفة ساكنة تبلغ 4 ملايين و 200 ألف نسمة ويضم هذا البرنامج الذي تم إعداده حسب مقاربة التقائية وعلى أساس تشخيص محدد للحاجيات وتحليل المؤهلات الترابية والفاعلين المحليين مشاريع تهدف من جهة إلى إعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة طبقاً للتدابير الاستعجالية المقررة خلال اجتماع 14 شتنبر ومن جهة أخرى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة ويتمحور حول أربعة مكونات أساسية أولاً إعادة إيواء السكان المتضررين إعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية ثانياً فك العزلة وتأهيل المجالات الترابية ثالثاً تسريع امتصاص العجز الاجتماعي خاصة في المناطق الجبالية المتأثرة بالزلزال رابعاً تشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل وكذا تثمين المبادرات المحلية كما يتضمن البرنامج وكما أمر بذلك جلالة الملك إحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية خيام، أغطية، أسرة، أدوية، مواد غذائية بكل جهة، وذلك قصد التصدي بشكل فوري للكوارث الطبيعية وخلال جلسة العمل هذه، دعا صاحب الجلال نصره الله الحكومة إلى تنزيل الرؤية التي تم تقديمها على مستوى كل من الأقاليم والعمال المتضررة وشدد جلالة الملك مجدداً على أهمية الإنصات الدائمة للساكنة المحلية قصد تقديم الحلول الملائمة لها مع إيلاء الأهمية الضرورية للبعد البيئي والحرص على احترام التراث المتفرد والتقاليد وأنماط عيش كل منطقة كما شدد صاحب الجلال حفظه الله على ضرورة اعتماد حكامة نموذجية مقومات والسرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجاً للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة وسيتم تأمين التمويل لهذا البرنامج الكبير انطلاقاً من الاعتمادات المرصودة من الميزانية العامة للدولة ومساهمات الجماعات الترابية والحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال وكذا من خلال الدعم والتعاون الدولي في هذا الصدد وفي إطار مهام صندوق الحسن الثاني في مجال دعم إنجاز البرامج والمشاريع ذات النتائج المهيكلة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية أصدر جلالة الملك تعليماته السامية قصد مساهمة هذا الصندوق بمبلغ ملياري درهم لتمويل هذا البرنامج حضر جلسة العمل رئيس الحكومة السيد عزيز خنوش ومستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة ووزير الداخلية السيد عبدالوافي الفتيت ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد توفيق ووزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادي فتاح ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي الأقجع والفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقات الجنوبية ومنذ وقوع الزيزال إجراءات استعجالية مكثفة أطلقها جلالة الملك نصر الله لمد يد العون للمنكوبين حس تضامني ورقي إنساني في مؤذرة ضحايا الزيزال أبان عنه جلالته عبر مجموعة من التدابير الآنية وقوفا إلى جانب المصابين وعائلات ضحايا هذه الكارثة الطبيعية تقرير نوال قراري ونوردي اللباني يستمر الإصرار على إنجاح مرحلة ما بعد زلزال الحوز وتستمر العناية الملكية جلالة الملك محمد السادس حفظه الله يترأس بالرباط اجتماع عمل هو الثالث في سلسلة اجتماعات العمل التي خصصها جلالاته لتدبير زلزال ثامن شتنبر وفي المحصلة برنامج يقدم إجابات عملية ومدروسة ويستمر على مدى خمس سنوات بغلاف مالي يناهز مائة وعشرين مليار درهم ويستهدف أربعة ملايين ومائتي ألف نسمة هي ساكنة أقاليم مراكش الحوز تارودانت شيشاوى أزلال ووارزازات إثنى عشر يوما لم ينقطع الوصل بين ملك وشعبه عيادة الضحايا مواساتهم والتبرع بالدم فورا انطلق التدبير مسلسل دقيق من الإجراءات والتدبير لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فالتفاصيل في المحن تخلق الفرق تاسع شتنبر جلالة الملك يسطر الأولويات إعادة الإيواء وإعادة الإعمار والتكفل بالأطفال وصون كرامة الموابن ولأجل ذلك تعبئة كافة الوسائل بالسرعة والنجاعة اللازمتين تقديم المساعدة للأسر والمواطنين المتضررين وإعادة التأهيل والبناء في المناطق المتضررة وفي أقرب الآجال وتستمر التعبئة رابع عشر شتنبر الاستجابة القوية الاستباقية واستشراف مستقبل متكامل الأبعاد للمنطقة المتضررة ملامح رؤية ملكية تؤسس لنموذج رائد في تدبير الكوارف اجتماع عمل ترأسه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ركزت مخرجاته على التعبئة الفورية والفعالة من خلال إطلاق البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضرراً من الزلزال برنامج مندمج وطموح ومتعدد الأبعاد تدبير ملكي سيعيد الوهج إلى سابق عهده وسيمنح للمنطقة أبعاداً تليق بكل الإمكانيات التي تتوفر عليها وتليق بالتزام ملكي تجاه شعب لا تزيده الأزامات إلا تشبثاً بالعرش الملكي وإيماناً بوطنية ستنقشها جبال الأطلس العتيدة بمداد الفخر والاعتزاز وعلى إثر مشاركة فرق وحدات الإنقاذ التابعة لعدد من الدول الشقيقة والصديقة في عمليات البحث والإغاثة بعد الزلزال المفجع الذي ضرب منطقة الحوز ببلادنا بعث صاحب الجلالة الملك محمد نصادس نصر الله برقيات شكر وامتنان إلى كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صاحب الجلالة شارلز الثالث ملك المملكة المتحدة وصاحب الجلالة الملك فليب السادس عهل المملكة الإسبانية وريشي سوناك الوزير الأول المملكة المتحدة وبيدرو سانشيز رئيس حكومة تصريف الأعمال بالمملكة الإسبانية التفاصيل برقية شكر وامتنان من صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة على إتر مشاركة فريق الإنقاذ والإغاثة الإماراتي بعد الزلزال المفجع الذي ضرب منطقة الحوز ومما جاء في برقية جلالة الملك يطيب لي أن أعرب لسموكم عن خالص عبارة شكري وعظيم عرفاني لما أبديتموه من صادق مشاعر التعاطف وتضامن الفائل لمؤازرة ضحايا الزلزال المفجع الذي ضرب منطقة الحوز ببلادنا وأدف صاحب الجلالة أود أن أعبر لسموكم باسم الخاص وباسم الشعب المغربي عن أسمى عبارة التقدير والإمتنان لمبادرتكم الإنسانية النبيلة النابعة من نبل الشيامكم ولحرصكم الكريم على تسخير فريق الإنقاذ والإغة الإماراتي الذي كان بحق سندا قويا لأشقائه المغاربة وجسد متانة عرى المحبة الدائمة والأخوة الصادقة التي تجمع شعبين الشقيقين وتابع جلالة الملك ولا يفوتني أن أؤكد لكم اعتزاز العميق بما يربطنا شخصيا وأسرتين من عهود المودة والإخاء وبما يجمع بلدين من علاقات أخوية متينة قائمة على التعاون المثمر والتضامن الفائل والتي لا تزيدها الأيام إلا متانة ورصوخة وجدد صاحب الجلالة لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه المناسبة التعبير عن أسمى عبارة العرفان والتقدير لوقوف سموه الدائم إلى جانب بلده الثاني المملكة المغربية داعيا الله تعالى أن يحفظ سموه ويجنبه وبلده الشقيق كل مكروح وبعت صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية شكر وامتنان إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر على إثر مشاركة مجموعة الإنقاذ والإغاثة القطرية الدولية بعد الزلزال العنيف الذي درب إقليم الحوز ومما جاء في البرقية لا يسعني إلا أن أتقدم إليكم باسم الخاص وباسم الشعب المغربي قاطبة بجزيل شكرنا وعظيم امتناننا على مؤازرتكم الشهمة لنا جراء الزلزال العنيف الذي درب إقليم الحوز يوم الثامن من شتنبر الجاري وأكد صاحب الجلالة بهذه المناسبة أن ما يهون علينا ويطلج صدرنا في هذا المصاب الجلال هي جدوة التضامن الصادق الذي أحاط بلادنا من دول شقيقة وصديقة والتي كانت دولة قطر على المعهود فيها من بين حامليها بما قدمته تحت توجهاتكم السامية من يد دعم وعون سخية للمملكة المغربية وتبع جلالة الملك وفي هذا الصدد أتمن جهود مجموعة الإنقاذ والإغاثة القطرية الدولية التي كانت سندا قويا للفرق المغربية في صورة عكست خصوصية العلاقات التي تجمع بلدين وخلدت عهود الإخاء والمحبة والتأذر اللامحدود بين شعبين وجدد صاحب الجلال لأمير دولة قطر بهذه المناسبة التعبير عن أسمع عبارة العرفان والتقدير لوقوف سموه الدائم إلى جانب بلده الثاني المملكة المغربية داعيا الله تعالى أن يحفظ سموه ويجنبه وبلده الشقيق كلما كروح برقية شكر وامتنان من جلالة الملك إلى صاحب الجلالة شارلز الثالث ملك المملكة المتحدة على إسر مشاركة فريق بلاده للبحث والإنقاذ الدولي في عمليات النجدة والإغاثة بعد الزلزال المفجع الذي ضرب منطقة الحوز ومما جاء في برقية جلالة الملك يطيب لي أن أتوجه إليكم وإلى صاحبة الجلالة الملكة كاميلا باسم الخاص وباسم الشعب المغربي بجزيل شكري وعظيم امتناني لما عبرتم عنه من صادق مشاعر التأثر والتعاطف إترى الزلزال المفجع الذي ضرب منطقة الحوز ببلادنا وأدف جلالة الملك أود أن أعرب لجلالتكم عن بالغ إشادتي وتقديري لموقفكم الشهم النبيل ولمبادرة حكومة بلدكم التضامنية والإنسانية الكريمة إلى تعبئة فريقها الوطني للبحث والإنقاذ الدولي لمساعدة أصدقائهم المغربة في عمليات النجدة والإغتاء بالمناطق المنكوبة حيث أبانوا عن كفاءة عالية ومهنية ناجعة وتابع جلالة الملك كما لا يفوتني أن أجدد تأكيد لجلالتكم على عميق اعتزاز بما يربطنا شخصيا وأسرتين الملكيتين من أواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل وبما يجمع بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة من علاقات عريقة متميزة تنبني على التعاون الوثيق وتضامن الموصول وبعت جلالة الملك برقية شكر وامتنان إلى صاحب الجلالة الملك فليبي السادس عاهل المملكة الإسبانية على إطر مشاركة فريق وحدة الإنقاذ العسكرية الإسبانية في عمليات البحث والإغتاء بعد الزلزال المفجع الذي ضرب منطقة الحوز ومما جاء في برقية جلالة الملك يطيب لي أن أتقدم إليكم وإلى صاحبة الجلالة الملكة ليتيزيا بأسدق عبارة الشكر والإمتنان لما عبرتم عنه من مشاعر التعاطف والتضامن مع الشعب المغربي إطر الزلزال المفجع الذي ضرب منطقة الحوز ببلادنا وأدف صاحب الجلالة وأود في هذا الصدد أن أعرب لجلالتكم باسم الخاص وباسم الشعب المغربي عن جزيل شكرنا وعظيم تقديرنا لدعمكم متمنين المشاركة الفعالة لفريق وحدة الإنقاذ العسكرية الإسبانية في عمليات البحث والإغاثة بالمناطق المنكوبة في انسجام وتلاحم متين مع الفرق المغربية وقال جلالة الملك بهذه المناسبة إن مبادرة بلدكم الأخوية هاته ستظل راسخة في مسار الصداقة وعلاقات التعاون وحسن الجوار المتميزة التي تجمع المملكتين المغربية والإسبانية كما بعت جلالة الملك برقية شكر وامتنان إلى السيد ريتشي سوناك الوزير الأول للمملكة المتحدة على إثر مشاركة فريق بلاده للبحث والإنقاذ الدولي في عمليات النجدة والإغاثة بعد الزلزال المفجع الذي ضرب منطقة الحوز ومما جاء في برقية جلالة الملك يطيب لي أن أعرب لكم باسمي شخصيا وباسم الشعب المغربي عن عميق امتناننا لموقف حكومتكم التضامني والإنسان النبيل إزاء المملكة المغربية جراء الزلزال المفجع الذي ضرب منطقة الحوز وأضاف صاحب الجلالة أود في هذا الصدد أن أتوجه إليكم بأصدق عبارات شكرنا وتقديرنا للمشاركة الناجعة والفاعلة لفريق المملكة المتحدة للبحث والإنقاذ الدولي في عمليات البحث والإغاثة بالمناطق المنكوبة والتي جسدت بجلاء ما تتسم به العلاقة القائمة بين البلدين من صداقة راسخة وتعاون بناء وتضامن موصول وما يجمع بين الشعبين من إيمان مشترك بقيم التضامن والتعاطف والتآذر كما بعت جلالة الملك برقية شكر إلى السيد بيدرو سانشيز رئيس حكومة تصريف الأعمال بالمملكة الإسبانية على إثر مشاركة فريق وحدة الإنقاذ العسكرية الإسبانية في عمليات البحث والإغاثة بعد الزلزال العنيف الذي ضرب منطقة الحوز ومما جاء في برقية جلالة الملك ببالغ العرفان والإمتنان أتقدم إليكم ومن خلالكم إلى أعضاء حكومة بلدكم باسم الخاص وباسم الشعب المغربي بأوفى عبارات الشكر على مساندتكم الكبيرة للمملكة المغربية جراء الزلزال العنيف الذي ضرب منطقة الحوز يوم الثامن من شتنبر الجري وأضف صاحب الجلالة وإنني لا أقدر عاليا روح التضامن والتعادد الصادقة التي عبرت عنها المملكة الإسبانية الصديقة ملكا وحكومة وشعبا تجاه بلادي والتي مثلتها بجلاء مشاركة فريق وحدة الإنقاذ العسكرية الإسبانية في عمليات البحث والإغاثة بالمناطق المنكوبة بكل نوبل وتفان وفعالية وفي انسجام وتلاحم متينين مع الفرق المغربية وعبر جلالة الملك لرئيس حكومة تصريف الأعمال بهذه المناسبة عن مدى اعتزاز جلالته بعلاقات الصلاقة وتعاون المتميزة التي تجمع المملكتين المغربية والإسبانية ونذكر أنه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد نسادس نصر الله تم فتح حساب خاص لدى الخزينة وبنك المغرب بهدف تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للمواطنين والهيئات الخاصة والعمومية يحمل اسم الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية بالنسبة للتحويلات من داخل المملكة الحساب رقم 126 وكذلك بالنسبة للتحويلات من خارج المملكة كما يظهر على الشاشة هي إذن دعوة مفتوحة للمواطنين والهيئات الخاصة والعمومية لتقديم مساهماتها ضمن المجهود الوطني التضامني المعهود في كافة مكونات الشعب المغربي والتعبئة المجتمعية الواسعة والشاملة لتجاوز آثار الزلزال المؤلم الذي وقع الجمعة ثامن شتنبر وخلف خسائر بشرية كبيرة ومادية في العديد من جهات المملكة ومباشرة بعد الزلزال انطلقت التعبئة بهدف مواكبة المتضررين بمختلف المناطق المتأثرة من خلال إطلاق عملية الإيواء والإنساطية الدائمة للساكنة المحلية قصد تقديم الحلول الملائمة لها خطط إسعجالية ودعم موصول بعين المكان تنفيذ للتعليمات السامية لجللة الملك نصره الله تقرير سكين هاشيمي عودة تدريجية للحياة في المناطق المتدررة من الزلزال تتحدد معها أولوية جديدة اليوم إعادة الإعمار جهود رفقتها عملية تشكيل لجان خاصة لإحصاء سكان المباني المتدررة لإعادة إيواء ساكنة تبلغ 4.2 مليون نسمة والهدف إعادة تأهيل هذه المناطق وتقديم المساعدة لسكانها في أقرب وقت ممكن يأتي هذا في إطار برنامج إعادة إيواء المتدررين والاعتناء بالفئات الأكثر تأثرا بالزلزال والذي تم إصدار تعليمات ملكية سامية بشأنه برنامج يتضمن تعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات العامة بما يتناسب مع ضمان تنفيذ التدابير المتعلقة بإعادة التأهيل والبناء في المناطق المتدررة من هذه الكارثة الطبيعية ذات الأثار الكبيرة بأسرع وقت وبكفاءة كبيرة إلاء الأهمية الدرورية للبعض البيئي والحرص على احترام التراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش كل منطقة من أهم ركائز هذا المشروع التي شدد عليها صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله ركائز تنبني على تقديم الحلول الملائمة للساكنة المحلية والإنصات الدائمة لها وبمختلف جماعات إقليم وارزازات تتواصل عملية إحصاء سكان المباني المتضررة من الزلزال إجراءات استعجالية لإيواء الساكنة التي تضررت منازلها بصفة كلية أو جزئية لجان تقوم بإحصاء وتشخيص البنايات المتضررة كخطوة أولى في انتظار إطلاق عملية البناء وإعادة العمار التفاصيل مع سوكين عليتو بهذا الدوار التابع لجماعة تيدلي التي طالها الضمار والخراب بفعل زلزال بورزازات تواصل اللجان المكلفة بالإحصاء عملها بشكل مكثف ومنظم هذه العملية الاستعجالية تأتي امتدادا للتدابير التي أمر بها جلالة الملك لتعبئة كافة الوسائل بالسرعة والنجاعة لازمتين من أجل تقديم المساعدة للأسر المنكوبح أنا جئت كان مثل هنا طبوغراف كان أخذ المهمة ديالي أنني كان أخذ لكوردوني ديال الدار المريبة الإحداثيات المهمة ديالنا كالجناء هو كان نحصيوا الديور كان نشوفوا المريبة والمريبة كليا أو جزئيا وتنأخذوا تصور مهمة والإحداثيات ديال الدور يعني الإحصاء ديال الناس اللي تضررها كين كان نحن نقيده المعلومات ديال المنزيل والمعلومات ديال صاحب المنزيل والساكن في المنزيل يعني المعلومات كاملين كان نجمعها وكان نعمرها للسيمارة اللي كتبين هذا الأمر هذا عملية الإحصاء تهم الوقوف على حجم الأضرار وجمع المعلومات الكاملة عن مالك المباني المتضررة وإرسالها إلى وزارة الداخلية قصد جمع حسينة نهائية عن عدد الساكنة المتضررة هذه الأخيرة عبرت عن الشكر والإمتنان لجهود السلطات فالسكن أولوية قصوى بالنسبة لهؤلاء المنكوبين وهذا قضاء الله وقدره نؤمنوا به وقدره نشكره من بداية السلطات المحلية لا من القيادة لا من مركز الترك الملكي لقفوا معنا نهار الأول وسيدنا اللي اعطى تعليمات جالول للسلطات المحلية باش يوقفوا مع ضحايا الزلزال وده بعد اليوم جد عندنا لجنة التخطيط والتعمير وهم دازوا لجنة الإحصاء يوم مرى وصلتنا للجنة الإحصاء دي القاطيني لمناطق المتضررة من زلزال الحوز الحمد لله رابدوا ختمتهم على قدم وساق هم والسلطات نيط لا يجزيهم بخير والناس دي مبدين يحصيوا ديار المتضررة المهم هذا حسب الاستفادة بعد عملية الإحصاء وجمع المعلومات يأتي دور المختصين في مجال التعمير والبناء للحصم في مكان إعادة البناء والذي يجب أن يكون في مواضع أمنح إلى آسنة حيث ترابط الأطقم الطبية والصحية بالمستشفى العسكري الطبي الميدانية تدخلات سعجالية متبعة لحالة المصابين وتقديم الدعم المعنوي والنفسي لهم هي صور للتضامن الفاعل مع ضحايا زلزال الحوز روبرتاج محمد ريد العبيدي وحمز السايح الساعة السابعة موعد الاجتماع اليومي للطاقم الإداري والطبي واللوجستي بالمستشفى العسكري الميداني بأسني في برنامج اليوم وقوف عند وضعية الحالات الوافدة ليلا العمليات الجراحية سير عملية التعقيم والتطهير وآخر الترتيبات لينطلق العمل وأولى الخطوات قبل استقبال الوافدين تفقد لحسن التنظيم وآخر الاستعدادات أفامنة صباحاً يوم جديد تتواصل عبره مهام جليلة يقدمها 24 طبيباً من مختلف التخصصات الطبية والجراحية يساندهم ممرضون ومساعدون اجتماعيون توجيه للمرضى فحوصات وتشخيص للوضعية الصحية ثم صرف للأدوية تختلف الحالات من شخص لآخر وطبعاً لكل قصته جيتنا دووز هنا عند أسميته على حسب ضربات لي ضرباتي الززال وتحسيز بالأعصاب والتعصاب والخلع وجيت الحمد لله والاستقبال هنا دووزوني مزيان ودوز سلاعينية والحمد لله كل شيء ده يخيره والأخير وكان استقبال زوين وكان الطب على ما يرام الحمد لله دهك شيء ده يخيره والأخير وعطونا الدواء اليوم ما جيت مع السيد كان ناعد سوطح ليه الطرف في عينيه الحجر وذلك شيء دروا بقتيحك ولكن ذلك خرج ليه في عينيه شوية وجينا هنا الحمد لله استقبلوا وشافوا ليه عينيه واخذت الدواء اعطى الورقة دية الدواء اخذت الدواء كل شيء هو ذلك اللي رحمه الوعدين اللي ينصر سيدنا وجيتنا هنا حيث الناس الحمد لله استقبلوا نا وشافنا طبعاً العينين يعني استقبلوا ناستقبل مزيان واحد يكتبوا ليه الدواء يجي عندهم هنا عطاوني الدواء وكل شيء حمد لله سيدنا ناستقبلين يمير واحد اكثر من ثمانمائة شخص يتوافدون يومياً على المستشفى العسكري الميداني هنا بأسني غالبيتهم اطفال نساء حوامل ومسنون قدموا من الدواوير المتضررة جراء زلزال الحوز وضمنهم حالات مستعجلة حالة مستعجلة وصلت قبل قليل الى هنا الى المستشفى العسكري الميداني الطبي بأسني شاب اصيب بكسر على مستوى الساق اليسر بعد وقوعه اجريت الفحوصات والتشخيص كان اصابته بكسر الاطباء سيقررون ما اذا كان سيخضع لعملية جراحية ام الاكتفاء بتجبير الساق فقط عمليات جراحية مستعجلة تجاوزت الاربعين الى اليوم اصابات على مستوى الاطراف والوجه ولادات مستعصية امراض مزمنة معاناة نفسية وصدمات جراء الزلزال هي حالات ضمن اخرى يتم علاجها في عين المكان الحمد الحمد لله كيدروا هرجليها مد هدي كيدروا هرجليها وما كتقدش تفاش كان هذك الزلزال فاش بغا تخرج ما قدرتش هي تخرج غير جرها ومسا بناية كيت طاحو جراتها بنتا وولدها وخرجوها وطاحت تحت تخرج رعوا للابس داروا يد وفقت ما لتلابس تحت بالن ون تن حسب هذا شي درني فراصي نهار زنزال درني هذا شي فراصي كم جيت اليوم هنا عند هات بالله يزوز بخير دو وزولينا وطلوا فينا وعطونا الدوال الحمد لله أنا جبت المرض ناجة والبارح قلبوها قالوا عندك المرض قالوا هات تجي البارح جاد البارح في علام افتحاد الحمد الله بخير وعلى خير دست العملية بخير وتمنع لها الطبيب وطبع وطبع وثاني يجي نشوف ها وطبيب قال لي يرى ما كان عندها بس حمد الله عند واحد لو سنساف في رجلي سمتي واحد شهرين عادي وللات شهر ذا البعض يغادر بعض تلقي العلاج واخرون يحتاجون الى الرعاية الطبية يأويهم المستشفى الى ان تتحسن حالاتهم يوم اخر ينقضي رسمت فيه التواقم المستشفى العسكري الميداني بكل تخصصاتها البسمة على محية من عاش فاجعة الزلزال اليوم تضمض جراحهم تواسى اقراحهم تخفف معاناتهم وغدا يوم جديد بطعم الامل نفس الصور التضامنية نرصدها من اقليم خريبقا بالمستشفى الاقليمي الحسن الثاني في روبرتاج فتح عمغار سكين عليتو ومحمد شكير حركة حركة دوبة بالمستشفى الاقليمي الحسن الثاني بمدينة خريبقا وتوفد مكثف لسكان المدينة لتبرع بدمائهم لانخاذ اخوانهم المتضررين من كارثة زلزال الحوز وجينا نعاون الإخوان ديونا لهم موقع اليوم هذا شي الفاجئة الزنزال هذا أمر الله سبحانه وتعالى التبرع لكي نعاون الإخوان ديونا لخصة شي حاجة ديو الدم لخصة شي حاجة كي يأخذوه من المواطنين بحال نحن نحن جيد مصرورين لكي نتبرع بالدم لفائدة الناس أبسط شيء نقدموا لهم وهذا التبرع بالدم إلى جانب المساعدات المادية والمعنوية إنخراط للسكنة وتقديس للواجب الوطني وجهود جبار هو متواصل للأطقم الطبية وشبه الطبية التي تمت مضاعفة عددها لتوفير الظروف الملائمة لتيسير هذه العملية نبيلح استطعنا لحد الآن باش نوصل إلى 800 متبرع وكان العدد قدر يكون كتر ولكن يجب أن نساق مع مركز الجهوي التي تحقون الدم لأن الكميات يجب أن ضبوطة وأن كل شيء يعرف أن الدم لديه لفترة التي تريد فيها الطريقة التي تقريبا تقريبا 50-60 دونر وعند لتكون واحدة متنقلة بهالطريقة هذه تمكننا لكي نقسم البوشت كما تعرف أن لصن تبقى تقريبا 42 اليوم يتبقى 4 اليوم ويتبقى الكثير تمنت مؤهلات المملكة وجهودها كبلد رائد في مجال الطاقات النظيفة وكمنصة إقليمية وقرية للهيدروجين الأخضر أمينة علام ومحمد حسن مسكور برنام برنامج 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 الأفريقيين للهيدروجين الأخضر أشير أشير إلى التنويه الذي قام به جميع المتدخلين في جميع الندوات على مكانة المغرب التي حظى بها المغرب في هذا الإطار وتحت الرعاية السامية أو توجيهات السامية لصاحب جلالة الملك محمد السيد نصره الله لخلال هذه السنة صراحة أعطى واحد زخم واحد دفع كبير لهذا القطاع انطلاقا من البلاغ الديوان الملاكي 22 نوانبير لأسس لهذا الهيدروجين الأخضر كواقع في المجتمع وعطى الحكومة توجيه واضح لتحضير عرض المغرب في هذا الإطار الحكومة الكورية الجنوبية ورجال الأعمال ببلدي مهتمون جدا بالمؤهلات المغربية على مستوى الاقتصاد الأخضر ونحن نواكب التحولات التي حققها المغرب في هذا المجال على امتداد السنوات العشر الأخيرة المشاركون نوه في ختام هذا المؤتمر باحتضان المملكة المغربية للقمة العالمية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته قمة تترجم الزخم الذي يشهده مجال الهيدروجين الأخضر بفضل التعليمات الملكية السامية والخطوات التي انخرطت فيها بلادنا لتنزيل عبد المغرب ليصبح رائدا في مجال الطاقات النظيفة أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسبانية بيدرو سانشاز أن الترشح المشترك للبرتغال وإسبانيا والمغرب التنظيمي كاس العالم لكرة القدم 2030 يشكل مشروعا قويا وطموحا تقرير تيسم أدريس الملف المشترك المغربية الإسبانية البرتغالي لتنظيم منافسة كاس العالم 2030 والذي تفضل صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله إسناد رئاسة اللجنة المكلفة بهذا الترشيح للسيد فوزي القجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم دخل مرحلة رفع التحدي وبشكل رسمي بنعقاد اللجنة الثلاثية المغربية الإسبانية البرتغالية اجتماعها الأول نهاية الأسبوع الماضي في مدريد بحضور رؤساء الاتحاد الثلاث وخلال هذا الاجتماع أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسبانية بيدرو سانشيز أن هذا الملف المشترك يشكل مشروعا قويا وطموحا وعلى خلفية اجتماع عقده سانشيز الثلاثاء الماضي مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو صرح سانشيز في حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي أن إسبانيا تعمل بمعية البرتغال والمغرب من أجل تقديم ترشيح قوي لكأس العالم 2030 مؤكدا أنه مشروع سيشكل آلية للنمو وتكريس القيم الإيجابية موشرا إلى أن أفكار هذا الملف المشترك واضحة ومتكاملة وترى في كرة القدم رياضة ذات أهمية عالمية في نقل القيم الاجتماعية الإيجابية وخلال حفل تسليم جائزة التمييز التي منحت لصاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله لعام 2022 من طرف الاتحاد الافريقي لكرة القدم أعلن جلالته في رسالة ملكية ترشح المغرب رسميا بمعية إسبانيا والبرتغال لتنظيم منافسات كأس العالم 2030 ومؤكدا أن هذا الترشح المشترك يعد سابقة في تاريخ كرة القدم سيحمل عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه وبين القارة الإفريقية والعالم العربي والفضاء الأورو متوسطي اجتماع ثاني ينتظر اللجنة الثلاثية المغربية الإسبانية البرتغالية لتنظيم مونديال 2030 المقرر إنعقده يوم الرابع من شهر أكتوبر المقبل بالعاصمة الرباط بحضور رؤساء الاتحاد الثلاث اللحظة مشاهدين أن توقفوا عند جديد حالة التقسي في بلادنا مع سلف سريعي وسهو الخير مشاهدين وأهلا بكم إلى النشر الشوية من المتوقع بحول لا تكون كتل دوابية بالقرب من السهول الشمالية والوسطى وكذلك بشمال المنطقة الشرقية مع سماع قليلة الصحب إلى الصفية بباقي المناطق هذا مع هبوب رياح نسبيا قوية بسواحل الوسطى درجات الحرارة ستتراوح مقاييسها ما بين 36 درجة بفيقيق 31 درجة بوشدة 27 درجة بالحسيمة والدار البيضاء 26 درجة بالرباط 31 درجة بمراكش 33 درجة بسمارة و35 درجة بمدينة القويرة وعن حالة البحر سيكون بالواجهة المتوسطية سيكون قليل الهاجن إلى هائج بحلو سيصل إلى مترين بسواحل البغا سيكون قليل الهاجن وعلى طول السواحل الأطلسية سيكون البحر قليل الهاجن إلى هائج بحلو سيصل إلى مترين شكرا على طيب المتابعة مشاهدين وعبد إلى بلط الأخبار ختمنا مشاهدين هذا تذكير بأهم مجأة في النشراء جلالة الملك ترأس بالقصر الملكي بالرباط جلسة عمل خصصة لبرنامج إعادة البناء والتأهل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوص برقيات شكر وامتنان من جلالة الملك إلى قادة دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر والمملكة المتحدة والمملكة الإسبانية المشاركة في عمليات البحث والإغاثة بعض الزلزال المفجع الذي درب منطقة الحوص الجوالات الميدانية لإحصاء وتشخيص حالة المباني المتضررة كليا أو جزئيا من زلزال الحوص متواصلة وذلك لتحديد صنف الدعم الذي ستحصل عليه الأسر المعنية شكرا على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة